موسيقى إذن مشاهدين دعونا نتابع أيضا في أداء الأسواق العالمية كيف تبدو لدينا الصورة اليوم بشكل شامل وينضم إلينا السيد ساركيس نيزار من شركة مجموعة إكوتي جروب أحييك سيد ساركيس بالدرجة الأولى لربما نستطيع أن نقول بأن الأسواق سعرت لدينا قرار الفيدرال الأمريكي وبالفعل جاء كما التوقعات على 75 نقطة أساس في البداية دعني أسألك هل تتوقع بالفعل أن بنك إنجلترا اليوم في هذا الرفع سيتجاوز التوقعات بالـ 25 نقطة أساس ويأتي بـ 50 نقطة أساس لا أدري إذا كنت سمعتني قبل قليل وأنا أقول أنه مضطار لهذا الرفع حتى لا يبقى الإسترليني مقابل الدولار على مستويات الخفض وهو الأقل في مجموعة السبع الجيس نهاركم سعيد بالفعل يترقب المتداولون هذا اليوم قرار بنك إنجلترا المركزي والذي متوقع أن يرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس لكن كما تفضلت الجنيه الإسترليني إذا تعرض لمزيد من الضغوط أخذينا بعين الاعتبار الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء والمواد الأساسية حول العالم سيتسبب في إدخال التضخم بشكل أكبر إلى بريطانيا التضخم وصل إلى معدل 9% في بريطانيا وهذا المستوى يعتبر خطير فإذا جاء أيضا تضخم مستورد شارك فيه انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أو عدة عملات أخرى فهنا قد نشهد الاقتصاد البريطاني يعاني تضخم أكبر لكن في نفس الوقت يجب أن نأخذ بعين الاعتبار إن اقتصاد بريطانيا طباطأ بالفعل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من هذه السنة وصل إلى 18 نقطة مئوية فقط وهذا المستوى متدني جدا وبالتالي يتوقع الاقتصاديون أن يتم رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس ولا يجب أن ننسى بأن 9 أعضاء مصوطون يجب أن يتخذوا القرار وهنا يجب أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار أن الأغلبية في الأعضاء قد لا يراقبون فقط التضخم بل أيضا معدلات النمو الاقتصادية التي تأثرت بالفعل بالتوترات الجيوسياسية بالتالي لا يجب استبعاد رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس لكن إذا نظرنا إلى الجودة الاقتصادية لأسعار الفائدة بعد أربع رفعات متتالية لأسعار الفائدة فـ 25 نقطة أساس قد تكون مناسبة نوعا ما للاقتصاد البريطاني لكن إذا أدخلنا في المعادلة الجنيه الاسترليني وسعر صرف الجنيه مقابل سلة العملات هنا يجب أن لا نستبعد الـ 50 نقطة أساس فإذا رفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة بـ 50 نقطة أساس فهنا قد ينتعش الجنيه الاسترليني ويعود بعضا من خسائره الكبيرة التي تكبدها خلال الفترة الماضية لكن أيضا إذا رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس فقد يبقى الجنيه الاسترليني تحت الضغط الجنيه الاسترليني يواجه ضغط كبير منذ فترة من الزمن ورفع الفائدة باحتياط الفدرالي الأمريكي ربما سيكون أكبر مما هو في بنك إنجلترا المركزي حتى لو رفع بنك إنجلترا 50 نقطة أساس اليوم فمع نهاية هذه السنة على الأرجح ستكون الفائدة في الاحتياط الفدرالي أعلى من ما هي في بنك إنجلترا المركزي وهذا ما قد يبقي على الضغط الهابط على المدى الطويل لكن كما أشرنا ربما سيلجأ البنك بالتفكير فقط برفع الفائدة لـ 50 نقطة أساس لكن حتى الآن التوقعات 25 نقطة أساس طيب سيد ساركيد تعود من جديد ليس لقرار الفدرالي وإنما أذكر بما ذكره بالأمس وصرح به جيروم باول رئيس الفدرالي قال بأنه يتوقع مستويات التضخم أن تعطي إضافة في المرة القادمة أيضا أشار إلى معدلات البطالة أنها سترتفع وغير من نظرته حول أداء النمو الاقتصادي الأمريكي بأنه سيشهد الضعف هل هذه إشارات بأن الرفع القادمة في يوليو ستكون أيضا بـ 75 نقطة أساس وليس بـ 50 كما كنا بالأمس نتحدث الآن بالنسبة لرفع الفائدة الشهر المقبل سيعتمد على الأرجح على البيانات الاقتصادية معدل التضخم في أمريكا 8.6% وقد أوضح الاحتياط الفدرالي يوم أمس بأن سبب رفع الفائدة 75 نقطة أساس كان هذا الارتفاع الكبير الذي شفناه في معدلات التضخم الشهر الماضي لكن منذ هذه اللحظة سيبدأ المتداولون إلى جانب الاقتصاديون وأيضا الفدرالي الأمريكي في مراقبة البيانات الاقتصادية واحدة تلو الأخرى كل البيانات المتعلقة في التضخم فإذا ظهر بأن معدلات التضخم ستستمر بالارتفاع فلا يجب أبدا استبعاد رفع فائدة بـ 75 نقطة أساس لكن لا يجب أن نستعجل ذلك إذ أننا الآن بحاجة لمزيد من بيانات التضخم للنظر إلى معدلات التضخم القادمة وما سيناسبها من رفع الفائدة الآن أيضا هناك بيانات اقتصادية صدرت يوم أمس يجب أن أعود لها والتي كانت قبل الفدرالي الأمريكي وهي بيانات مبيعات التجزئة التي أظهرت انكماش غير متوقع بـ 13 نقطة مئوية انكماش مبيعات التجزئة ربما سيكون له أيضا تأثير على معدلات التضخم المستقبلية في حال ثبتت أو استقرت أسعار النفط وأسعار الغذاء لذلك يجب أن ننتظر المزيد من بيانات التضخم وحتى هذه اللحظة ربما سيكون رفع الفائدة الشهر المقبل بـ 50 نقطة أساس هو المرجح إلا إذا ثبت استمرار رفاع التضخم أعلى من 8.6% نعم سيد ساركيس بالأمس أعلن المركزي الأوروبي عن اجتماع طارئ ليبحث فيه الأسباب الغير مبررة لارتفاع العائد على سندات الحكومة الأوروبية ووجد أداة من أجل معالجة هذا الارتفاع عندما أتحدث أو أسمع من بنوك مركزية عن استخدام أدوات فأنا يعني سعيدة لأنه على الأقل هناك من يقوم باستخدام أدوات أخرى من أجل تجنب الاقتصاد المزيد من التراجع غير موضوع سعر الفائدة وأنت تعلم أن الأدوات في الحقيبة كثيرة ولكن التوقيت المناسب ومدى استخدامنا في إطار زمني لماذا المركز الأوروبي يستخدم أداة جديدة لا نسمع بالاقتصادات الأخرى والبنوك المركزية الأخرى تلتفت لموضوع ارتفاع العائد على السندات الحكومية فيها الآن باعتقادي في منطقة اليورو الموضوع مختلف جدا فعندما نتحدث عن البنك المركزي الأوروبي فبصراحة هو في موقف لا يحسد عليه هي ليست دولة واحدة ليست حكومة واحدة بل هي مجموعة من الدول وتعاني بعض الدول من ضعف اقتصادي واضح بينما في دول أخرى رغم الطباط الاقتصادي لكن ما زال الطلب على سنداتها جيد نوعا ما أذكر هنا لو قارننا السندات الألمانية مع الإيطالية فعوائد السندات الفرقات بينها ارتفعت لصالح سندات ألمانيا لأعلى مجتويات منذ تقريبا العامين وهذا ما أعطى انذار بحصول عمليات بيع مكثفة على بعض الدول في جنوب منطقة اليورو والتي منها كما ذكرت إيطاليا وهنا يجب أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي بالأخذ بعين الاعتبار بأن السيولة قد يتم سحبها من اقتصاديات بعض الدول على حساب دول أخرى التي تتجه لها وهنا يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يتخذ إجراءات لمعالجة هذا الوضع بينما في دول أخرى نحن نتكلم عن اقتصاد متكامل نتحدث على سبيل المثال اقتصاد المملكة المتحدة اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الاقتصاديات التي هي عبارة عن أقرب لأن تكون كتلة واحدة من الممكن معالجة الاقتصاد أو أيضا التحكم في مسير الدورة الاقتصادية من خلال قرارات موحدة لكن في البنك المركزي الأوروبي هناك معانتين اثنتين الأولى هي ارتفاع الطخم مع ضعف النمو الاقتصادي والأخرى هي تفضيل دول على دول أخرى من ناحية السندات ولذلك يجب على البنك المركزي الأوروبي دائما أن يأخذ بالحسبان هذه المتغيرات عند اتخاذه لقرار سيد ساركيس في نهاية هذا اللقاء باعتقادك ما الذي يجب أن نراقب اليوم في الأسواق العالمية الجنيه الاسترليني وأيضا مؤشرات الأسهم في أوروبا ها أخذين بعين الاعتبار بأننا بانتظار قرار بنك إنجلتر المركزي قرار البنك الوطني السويسري أيضا وتأثيرات التابعة على الفرانك السويسري هذا من الأمور جيد متابعتها اليوم وأيضا تجاوب الأسواق الأمريكية مع قرار الفدرالي الأمريكي يوم عامس يوم أمس شهدنا تذبذب كبير فأعتقد هذا اليوم سوف نشهد تحرك بما يتناسب مع قرار الفدرالي وتوقعات الاقتصادية التي قدمها على مؤشرات الأسهم والتي بدأت عقودها منذ الآن بالتحرك بناء على قرار الفدرالي الأمريكي يوم أمس أشكرك دائما سيد ساركيس نزار وأنت محل أسواق عالمية في مجموعة إكوتي بو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر